منذ ستين عاماً أولى رحلات الجوية البشرية إلى الفضاء غيرت مسارنا إلى الأبد عندما أنظر إلى الوراء وأرى أن أرضنا هي مجرد نقطة زرقاء في محيط شاسع من الظلام أتمنى لو تتاحوا لعدد أكبر من الناس فرصة مشاهدة هذا المنظر عندما تحصل على صورة للأرض وتدرك أن كل شيء قد عرفته ودرسته وسمعته وقرأته وقابلته وتعمقت فيه موجود في تلك الصورة ستتغير نظرتك للعالم في الواقع إنها الطبيعة البشرية فنحن مخلوقات استكشافية وهذا يعود إلى العصر الحجري يوم خرجنا من الكهف وتسائلنا عما يوجد في الواد الثاني لكن دوماً مستكشفين وهكذا سنبقى دائماً لن نكتفي بمجرد العيش على كوكب الأرض هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية الآن نحن اليوم على شفير قفزة عملاقة أخرى للبشرية حقيقةً يرتبط مستقبل البشرية ارتباطاً وثيقاً بالطريقة التي يمكننا من خلالها الاستمرار في استخدام الفضاء أعتقد أن ما سنشهده في مسار الرجوع إلى القمر هو مجدداً تلك التكنولوجيا الحديثة والخدمات المبتكرة والهندسة المتطورة التي لا يمكننا التنبؤ بها عندما ننطلق في محاولتنا لكنها ستشكل علامة فارقة جيل جديد من رواد الأعمال يتطلعون نحو النجوم نسعى لأن يتم تقييم الشركة بمليارات الدولارات أعتقد من خلال رؤية للفضاء أنه لا بد أن يعيش عاجلاً أم آجلاً ملايين الأشخاص خارج كوكب الأرض ستبنى المدن على القمر والمريخ وستصبح جزءاً رئيسياً من النظام الإيكولوجي سنتخطى حدود الأرض في القرن الحادي والعشرين أصبح الخيال العلمي حقيقة علمية أسرع من أي وقت مضى ونقف اليوم على أعتاب ثورة صناعية جديدة ستغير طريقة عيشنا وطريقة تواصلنا وكيف نسافر وكيف نعمل وسنستعرض ضن حلقة برنامج فور كورنرز الفرص والتحديات لعصر الفضاء الجديد مع تزايد عدد البلدان التي تطلق الآن تقنيتها الخاصة أصبح مدار الأرض المنخفض بسرعة مكاناً مزدحماً للغاية هناك عشرات الآلاف من الأقمار الاصطناعية المخططة لها أن تطلق كشبكات حول الأرض وستحدث مشكلة إن لم يتم رصدها وإذا كانت في مدار أرضي منخفض أي من 200 إلى 300 كيلومتر فستتحطم بسرعة بحيث يكون عمرها الافتراضي عاماً أو عامين وبالتالي فرص تجنب تسببها بالمشاكل منخفضة عدد الأجسام المدارية يشكل تحدياً وهذا تحدي تشغيلي يومي للعالم لتشغيل تقنيات الفضاء التي نعتمد عليها هناك ما تعرف بإدارة حركة المرور الفضائية النتيجة عن الوعي بشأن حالة الفضاء وتتولى الولايات المتحدة قيادتها ولكن أستراليا هي لاعب رئيسي أيضاً على غرار الكثير من الدول الأخرى والهدف هو فهم ما يحدث في الفضاء وتتبعه والتنبؤ بالاصطدامات ومحاولة تجنبها إذا عدنا بالزمن إلى بدء انطلاق سبوتنيك في عام سبعة وخمسين لليوم فلابد أن يكون العالم قد أطلق ما يقرب من ستة إلى سبعة ألاف جسم في الفضاء وإذا أخذنا الخطط المعلنة لشركة واحدة أو شركتين أو ثلاث شركات فنصبح أمام عدد إضافي ولنقل ثمانين ألفاً تحدث استدامات في الفضاء وثم تتصادمات أو شكت تحدث كل ما هو في الفضاء أعلى دعنا نقل خمسمائة أو ستمائة كيلومتر فوق مستوى سطح البحر يدور بسرعات عالية جداً جداً وتختلف بحسب مكان وجوده فتتراوح سرعته من سبعة إلى خمسة عشر كيلومتراً في الثانية لذا جسم بحجم الترباس الصغير قد يدمر أي شيء يصطدم به مخلفاً بالطبع المزيد من الحطام ستحدث الاستضامات كما ستحدث الأخطاء كل ما زادت تبعيتنا لهذا المجال حدثت هذه الأشياء أكثر سنشهد كوارث فضائية يكون ضحاياها سياحاً سنشهد أقماراً اصطناعية تتصادم وتثير توتراً جيوسياسياً فهذا أمر طبيعي لذا تبرز الحاجة إلى المجتمع والحاجة إلى الناس لوضع الضوابط والموازين لاحتمال من هذا النوع كما يجب على صانعي السياسات والعلماء أن يفكروا في تلك الأشياء للتأكد من قدرتنا على التحكم فيها كان محلل الفضاء مالكوم ديفيس أحد أولئك الذين ركزوا على الفوائد المحتملة لاستكشاف الفضاء لكنه مدرك جيداً للمخاطر المحتملة أيضاً بما في ذلك عسكرة الفضاء ترى بعينيك الآن أن الفضاء متنازع عليه فليس هذا الملاذ الآمن والهادئ الذي لم تمسه الجيوسياسية الأرضية بل إنه مجال للقتال الحربي حيث توجد قوى عظمى مثل الصين وروسيا قد بدأت بتطوير قدرات مضادة للفضاء وصممت الأسلحة للأقمار الصناعية لمنع الولايات المتحدة وحلفائها بما فيها أستراليا من الحصول على دعم فضائي في نزاع المستقبلي كلما اعتمدنا أكثر على تكنولوجيا الأقمار الصناعية أصبحنا أكثر عرضة للخطر أي هجوم على أقمارنا الاصطناعية الهامة يمكن أن يتسبب في توقف مجتمعنا ثم إذا لم نتمكن من معالجة الأمر سنكون أمام مشهد فيلم ماد ماكس حيث ينهار كل شيء كما وينهار اقتصادنا أيضاً لن تكون هناك صدمة وترويع كما شاهدنا في غزو العراق إذا نجحت في تعطيل أقمار صناعية لدولة تعطل الدولة هذه الحقيقة البسيطة ويمكنك أن ترى كيف تتصرف بعض القوى العظمى وبلدان أخرى فيمكن تغيير السياسة وتغيير الحكومة وفجأة لا ترغب في أن تقوم بأي شيء مع أصدقائك أو أعدائك ويمكنك عزل أو منع بلد ما من الوصول إلى التكنولوجيا المنتشرة وبهذه الطريقة تحاصره وهكذا تتحكم به وهذه ليست أفكاراً وأحلاماً خيالية إذ بدأت البلدان تنفيذ ذلك فعلياً يعتقد راسل بويس أنه من الضروري أن تعتمد أستراليا على نفسها في مجال الفضاء من الهم جداً أن نتمتع بسيطرتنا السيادية على الأقمار الصناعية إنه أمر هام لأسباب تتعلق بالأمن القومي نحتاج إلى السيطرة على التقنيات التي تزودنا بمعلومات من شأنها أن تسهم في الحفاظ على أستراليا آمنة ويشمل هذا المعنى التجاري أيضاً في يوليو أعلنت قيادة الفضاء الأمريكية امتلاكها دليلاً على أن روسيا اختبرت سلاحاً فضائياً مضاداً للأقمار الصناعية كان واضحاً أنه اختبار أسلحة فقد كان سلاحاً مضاداً للأقمار مصمماً لضرب قمر اصطناعي مستهدف وتدميره إنه أحد أقمارنا لم يتم اختباره ضد أحدنا ولكن مع ذلك أرسلت رسالة مفادها أن روسيا تطور هذه القدرة وتتمتع الصين بقدرات مماثلة أعتقد أن هذه القدرة ستستخدم في حرب مستقبلية قبل أو أثناء النزاع ستتعرض أقمارنا الصناعية للهجوم إمكانية نشوب حرب في الفضاء هي احتمال حقيقي تمتلك كل من الصين وروسيا أسلحة عسكرية مخصصة للفضاء استحدث دونالد ترامب هيئة عسكرية جديدة لردع العدوان في الفضاء ومن الفضاء ولحماية مصالح الولايات المتحدة أبعد من كوكب الأرض هذه لحظة هامة للغاية أطلق عليها قوة الفضاء الأمريكية الفضاء ستحدث أمور كثيرة في الفضاء لأنه أحدث ميدان قتال حربي في العالم وسط التهديدات الخطيرة لأمننا القومي يعتبر التفوق الأمريكي في الفضاء أمرا حيويا للغاية ونحن في الرياضة لكننا لن نكتفي بهذا التقدم وفي القريب العاجل سنحقق الكثير ستساعدنا قوة الفضاء على ردع العدوان والسيطرة التامة على الفضاء سيتوجب علينا الدفاع عن أنفسنا في الفضاء جاء إنشاء القوة الفضائية الأمريكية الجديدة بعد عامين من إعلان روسيا صنع صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت كشف ترامب عن عالم القوة الفضائية الجديدة في المكتب البيضوي حيث أعلن أن لدى الولايات المتحدة شيء أكبر لدينا ما أسميه الملف الرائد وسمعت الليلة الماضية أن سرعته تفوق سبع عشرة مرة مما لديهم الآن وإليكم أسرع صاروخ لدينا لقد سمعتم أن روسيا تمتلك صاروخا أسرع بخمس مرات وأن الصين تعمل على صاروخ أسرع بخمس أو ست مرات صاروخنا أسرع بسبع عشرة مرة وحصل توا على الضوء الأخضر أتؤكد يا جنرال أن صاروخنا أسرع بسبع عشرة مرة نجحنا في تصميم صاروخ أسرع بسبع عشرة مرة وأسرع من صواريخ العالم بقرابة ثلاثة أضعاف لذا أريد أن أهني الجميع الفضاء هو ما سيكون المستقبل للدفاع كما للهجوم والأمور الأخرى وبناء على ما سمعته واستنادا إلى التقارير أصبحنا رواد الفضاء إنها مسألة وقت فحسب قبل البدء بمشاهدة صراعات الفضاء أعتقد أن الناس ظنوا أن قوة الفضاء مجرد مزاح يميل الناس إلى نسياني طلب الرئيس أوباما إنشاء قوة الفضاء لكن البنتاجون في ذلك الوقت قال لسنا بحاجة إليها وحتى ريغن في الثمانينيات أشار إلى شيئا من هذا إذا كنت بحاجة إلى الفضاء لتحسن العيش على الأرض فإن ميزة التشغيل على الأرض هي التحكم في الفضاء الأمر بسيط جدا الحدود أقل وضوحا في الفضاء يمكنك أن ترى بوضوح عندما يغزو شخص ما بلدك أو يشن شخص هجوما على بلدك لكن المناطق غير واضحة في الفضاء ستكون عواقب الحرب في الفضاء محيرة للعقل حقا إذا فقدنا السيطرة على الفضاء نخسر الحرب وننهزم بسرعة الصينيون مدركون اعتمادنا على أنظمة الفضاء للقتال لذلك فهم ذاهبون للاستهداف ويتمتعون بالقدرة على الإطاحة بأنظمة الفضاء والأقمار الإصطناعية والروابط الأرضية بين الأرض والأقمار الإصطناعية إذا صادفنا حرباً واسعة النطاق فيعني أنها حرب تعطيل الأقمار الصناعية ليست حرب صواريخ وليست حرب النجوم كل ما في الأمر هو ليزر يعطل الأقمار الإصطناعية هذه مجرد تقنية لدينا نملك أقماراً إصطناعية يمكنها التوجيه والتدخل ويمكننا الحصول على أقمار كاميكازي إذن ما سنراه هو محاولة عبث وتعطيل وتدخل في الشبكات على الأرض ثم تأتي النزاعات ليس فقط حول الأرض ولكن على القمر والكويكبات أما القرصنة الفضائية فهي أمر لا مفر من لا قواعد للصراع في الفضاء يقول المحام الفضائي ستيفن فريلند إن الفضاء ما زال شيئاً من الثقب الأسود القانوني تم تطوير فرع جديد للدراسة القانونية لمحاولة التعامل معه من الواضح أن قواعد الحرب التي لدينا سبق ذكرها في اتفاقيات جينيف ولكن هناك الكثير من القواعد التي طورت جميعها للحرب البرية الفضاء بيئة فريدة في نوعها ولنفترض عواقب تفجير قمر اصطناعي لناحية تكوين الحطام فهي سترتبط بالفضاء وحده وستكون لها تأثيرات طويلة الأمد وهذا يغير تلقائياً الطريقة التي قد تطرح بها الأسئلة وهذا تصلت التي تطرحها على الأرض ربما حول شن عملية عسكرية أو ضرب شيء ما ليست الدول القومية وحدها هي التي يمكن أن تهاجم بعضها في هذا المسرح العسكري الجديد أدى الوصول إلى الفضاء بأقل كلفة إلى فتح مجرة جديدة من الفرص للاضطراب العالمي لم يعد تهديد الإرهاب المجري على سبيل المثال خيالاً علمياً الفائدة من تخفيض التكاليف تمكن عدداً أكبر من الناس من الوصول أما الجانب السلبي لذلك تمكن عدداً أكبر من الناس من الوصول وهذه القواعد، هذا التنظيم لم يكن موجوداً في الفضاء ولم نتوقع الوصول إليه أشعر بقلق حيال ما يعرف باسم الفضاء المضاد الذي يعتمد على القتال الناعم بدلاً من تدمير قمر استناعي هيكلياً وإنشاء سحابة ضخمة من الحطام الفضائي الذي يحرم الجميع من الفضاء نجد تقنيات مثل الهجمات الإلكترونية على الأقمار الاصطناعية التي تعطل القمر مؤقتاً ولكن يبقى ذلك القمر شكلياً سليماً لذلك يمكن أن نجد جهات فاعلة غير حكومية أو أفراد يخترقون الأقمار الاصطناعية ويعطلون الأعمال الفضائية للآخرين في حين أن منطقة الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض في المدار الأرضي المنخفض تتحول بسرعة إلى فضاء متنازع عليه يذهب الطموح البشري إلى أبعد من ذلك مرت ثلاثون ثانية الصاروخ يحلق بزاوية 180 درجة إرسال الناس إلى المريخ يعتبر القفزة العظيمة التالية للبشرية نرسل مهمات كثيرة إلى المريخ لاعتقادنا أننا قد نجد إشارات لوجود حياة هناك وعلى ما أعتقد هذا سؤال وجودي هام هل نعيش وحدنا في الكون؟ كيف تكونت الحياة هنا على الأرض؟ قد يحمل المريخ الجواب وهذا رائع كيف تغير المريخ جيولوجياً وبيئياً؟ ماذا يبين هذا لنا عن الأرض؟ ثم تمجالات واسعة في العلوم لاستكشافها في المريخ ولكن هناك أيضاً هذا الغزو البشري لأننا نريد إرسال إنسان إلى المريخ لتطأ أقدام البشر الكوكب الأحمر لا بد من توفير نقطة انطلاق على القمر وبدأت الصناعة الفضائية البحث في موارد القمر الغانية لتغذية الرحلة إلى المريخ المشكلة مع المريخ هي أن أقصر مدة للوصول إليه عبارة عن رحلة ستة أشهر لذا فهذه مسافة طويلة لا سيما أننا لم نختبر العيش على سطح كوكب آخر من قبل وبالتالي تكمن إحدى أهميات القيام بذلك على القمر في فهم كيفية استخراج الموارد وفهم كيفية العيش والقيام بالأبحاث العلمية على سطح القمر الذي لا يبعد سوى بضعة أيام عن الأرض بدلاً من ستة أشهر السباق على استيطان القمر يجري على قدم وساق نريد أن نأخذ الناس إلى القمر نريد العمل هناك هذا هو هدفنا طويل الأمد أعتقد أن موضوع المريخ مبالغ فيه وأن القمر هو الذي سيستضيف الأحداث المقبلة سباق القمر الجديد ليس سباقاً نظرياً ولا افتراضياً بل هو سباق تتنافس عليه بلدان عدة سنشهد سباقاً فضائياً نحو القمر أعتقد أنه سيشكل نوعاً من الاستلاء على المناطق هناك وسيستمر هذا الأمر للسنوات القادمة رأيت ما يريد الصينيون فعله وهم مصرون للذهب إلى القمر التنقيب على القمر هو الآن الخطوة المنطقية والحتمية التالية لقد وصلنا إلى القمر بشكل محدود 12 إنساناً وطئت أقدامهم القمر 12 شخصاً فقط في كل تاريخ البشرية ما زلنا في أولى مراحل استكشافه وفي أولى مراحل التنقيب عن المعادن المحتمل وجوده على أرضه لاستغلالها لتحسين البشرية واكتشاف عوالم جديدة تختلف المساحات على سطح القمر من حيث الأهمية فمثلاً هناك منطقة في القطب الجنوبي للقمر تحتوي على مياه متجمدة محبوسة داخل الصخور في المناطق القطبية وهذا ما يسمى بقمم الضوء الأبدي التي تضيئها الشمس بشكل دائم ثم نجد بجانبها في الفوهات العميقة في القطب الجنوبي أو دية من الظلام الأبدي ويمكن للمياه أن تبقى متجمدة وستكون بمثابة النفط في الفضاء إن اكتشاف الجليد على سطح القمر يعني أنه يمكننا استخدامه للمستوطنات البشرية يمكننا استخدامه لوقود الصواريخ والاستخدامات أخرى وحقيقة أننا قد نجد أيضا موارد أخرى مثل الهيليوم ثلاثة الذي يمكن أن يشكل مصدر اندماج جيدا فهذا يعني أن القمر هو مصدر جيد للطاقة وبالتالي إذا أردت الذهاب إلى المريخ فمن الأسرع كثيرا للانطلاق من القمر لأن جاذبيته أضعف من جاذبية الأرض إن الانطلاق والمغادرة من القمر أسهل بكثير من الأرض وإذا كان القمر غنيا بالموارد فستصبح لدينا إمدادات جديدة من الموارد الطبيعية الحدود الجديدة تلقي بعض المعضلات الأخلاقية القديمة فالحديد والتيتانيوم والبلاتين والنيكل ليست سوى بعض المواد الأخرى المتوفرة بكثرة في الفضاء هل يجب التنقيب في الفضاء؟ هذا سؤال وجيه أعتقد أننا سنشهد تطورا طبيعيا للبشر بالطبع لبناء موائل في الفضاء الطريق طويل حتما دون شك وباعتقاد هذا الأمر آت لا محالة هل يجب التنقيب على القمر؟ حتما فالثروة الموارد المحتملة على القمر وفي الكويكبات القريبة ضخمة في حين أن هناك ترتيبات قانونية وتنظيمية لمحاولة القيام بإدارة ذلك لا يوجد قانون يمنع بالتالي الأمر يتعلق بكيفية تنقيب القمر والكويكبات القريبة وما نفعله بهذه الموارد ارتكب الإنسان أخطاء كثيرة بحق الأرض فهل يجب أن نذهب ونكرر هذه الأعمال المدمرة على الكواكب الأخرى؟ هذه من الأسئلة التي يجب أن يتم طرحها وهي إحدى القضايا التي نحتاج إلى النظر فيها لا سيما فيما يتعلق بالقمر لذلك إذا ركزنا على القمر فسنفكر كيف نحميه ونحافظ عليه ونحن جزء من تطوير أي إطار عمل أخلاقي للعمليات التي قد تحصل على القمر لن نكتفي هذه المرة برفع عالمنا وتركي أثار أقدام رواد على القمر أسعد دونالد ترامب لإعادة الأمريكيين إلى القمر بحلول 2024 وإقامة قاعدة عام 2028 لكن العمل على تحقيق وجود بشري دائم على القمر ليس مجرد أولوية ملحة للولايات المتحدة كانت تعد الصين متأخرة بالنسبة إلى قوة عظمة في لعبة الفضاء لم تأخذ الأمر على محمل الجد حتى التسعينيات لكنها عملت بشكل جنوني في العقدين الماضيين ولاحقت بالدول الأخرى وهي اليوم أحد لاعبي المرتبة الأولى في سباق الفضاء في يناير العام الماضي نجحت الصين في هبوط مسبارها القمري تشانج إي أربع على الجانب البعيد لسطح القمر كان الجانب البعيد لسطح القمر هاما لأنه أظهر أن الصينيين طموحون لم يقم الأمريكيون مطلقا بإنزال مسبار على الجانب المظلم من القمر بالنسبة للصينيين كان هذا إنجازا عالميا وباعتقاد شكل رسالة هامة لبقية العالم أن الصينيين جادون بامتلاك برنامج فضائي ليصبحوا ما يسمونها قوة فضائية شاملة إنه لرائع أن تستثمر الصين مبلغا ضخما من المال للتقدم في أسرع وقت ممكن فقد أصبحت في حوزتها تجارب علمية على الجانب الآخر من القمر هذا شائق جدا أنا كما تعلم سعيدة لأنهم يستكون طريق العلم لكن هذا يجعل بعض الناس قلقين قليلا لسيما عندما ننظر إلى قضية بحر جنوب الصين فلربما هي لعبة لاستغلال الموارد فكرة من يتحكم في الفضاء تشكل أكبر تحديات المستقبل وقد وضعت المبادئ المنظمة في ميدان استكشاف الفضاء في عام 67 وفقت بشكل أساسي كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الأيام الأولى لتكنولوجيا الفضاء على أن الفضاء ليس منطقة يمكن استعمارها غير أن معاهدة الفضاء السارجي لم تتعرض للاختبار قط تجري مناقشات كاملة الآن حول موارد الفضاء وأذكر المعادن أو المياه الموجودة على القمر مثلا وهناك غيرها فهناك من يطالب بنوع من حقوق الملكية لهم وهذا هو الجدل الدائر ويمكن أن يكون لديك عشرة محامين في غرفة واحدة وستحصل على عشرة آراء مختلفة حول القضية تحمل معاهدة الفضاء الخارجي معانية هامة علينا أن نتشاركها لكن هذا لم يختبر بعض على أرض الواقع بشكل جاد لذا سنواجه نوعا من الاستيلاء على القطب الجنوبي من القمر وسيكون من المثير معرفة ما سيحدث تقف البشرية على أعتاب إحدى اللحظات التحولية الكبرى للحضارة سواء أعجبك أم لا فالسباق إلى الفضاء بات أمرا لا محالة وما يشكل تحديا اليوم سيصبح أمرا روتينيا في غضون بضع سنوات فقط أقول لأولادي في غضون مئة عام سينظر البشر إلى الوراء ولن يجدوا غرابة على الإطلاق في الصعود على متن صاروخ والذهب في رحلة إلى القمر ومن ثم العودة إلى الأرض سيكون ذلك بالطريقة ذاتها التي يصعد بها أطفال على متن طائرة ولا يفكرون في تكنولوجيا السفر إلى أي مكان وبوصف مهندسا أمظر إلى التكنولوجيا أنها رائعة لكنك تعتبرها أمرا عاديا في غضون مئة عام سيعتبر الناس الذهب إلى الفضاء والقمر طبيعيا جدا أنا واثق تماما من قولي إننا سنجد حياة أخرى في مكان ما من الكون في النظام الشمسي ولن تكون كائنات فضائية أو مارفن المريخي سيكون شيئا بسيطا وإنما الأهمية تكمن في إدراك أننا لسنا وحدنا وقد نبدأ في زيارة كواكب أخرى في نظامنا الشمسي أو في أنظمة شمسية أخرى من المؤكد أن العالم دخل مرحلة جديدة دخل عالما جديدا تماما لا سيما بوجود الوباء الحالي والفرص التي تتيحها تكنولوجيا الفضاء والمشاركة فيها في الوقت الحالي أمر مذهل وأعتقد أننا سننظر إلى الوراء في غضون خمس سنوات أو عشرين سنة وسنفتخر بما نأمل أن تحقيقه أستراليا في هذا المجال فسيكون عملا مردوده كبير هذه لحظة محورية بالنسبة لنا لنفكر مليا في كيفية التقدم في مجال الفضاء بأمان وبطريقة صحيحة بطريقة تعكس أفضل ما في البشرية للمضي قدما لأننا لن نتمكن من الرجوع لإصلاحها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر